هنا هرجع لدكتور جامل فرويز أصبح يحنا فيه عندنا كده الترقم التاريخي بتاع الأسر والطلاو عشان كده كنت تقول دكتور الدعاء أنه هو نصيحاتنا للاتنين يا طب يا هندسة مفيش خلاف على أنه الكليتين حلوين وجميلتين وكل حاجة بس في حاجة اسمها أدرت الأعمال وفي حاجة اسمها القانون وفي حاجة اسمها الاقتصاد وفي حاجة علوم السياسية وفي تاريخ وفي أداب وفي علوم إنسانية هو ليه الناس دايماً بتبقى مش هعتبرها بقى هنا أحادية النظر مزدوجة النظرة ولكن في اتجاه واحد يا طب يا هندسة هي نظرة اقتصادية عشان بسه نبقى وقعين يمكن زي ما قالته الدكتور الدعاء هو الأسرة يمكن أكثر تركيزاً على دي من الولاد يعني أنا نبقى وقعين شوية الجيل اللي طالع مش فارق معاه قوي مش في دماغه قوي يكون الدكتور اللي عدد قليل يعني عشان برضه مش الكل يعني لكن في مجموعة هي عايزة أو طب عايزة هندسة بتبصرها منظور اقتصادي أنا هطلع دكتور يبقى فيه شغل مستشفى هفتع عيادة هشتغل هجيب فلوس هعمل كذا المجالات الأخرى أو الهندسة طبعاً مجالات الهندسة المتعددة أو بيشتغلوا ولكن المجالات الأخرى هو يقول لك ما اللي بينجاحوا فيها قليل ملازم نركز برضه عشان نبقى وقعين في كلامنا والنهاردة يعني أنا دايما أقول لهم خدوا بالكم ممكن تدخل طب ما تنجحش قوي ممكن تدخل هندسة ما تنجحش قوي ممكن تدخل تجارة تبقى في بنك تبقى في اقتصاد عالي حاجة عالية جداً اعلام نفس الشيء طبعاً ده كلية خمها اعلام وعلوم صاد علوم السياسية مع طب والهندسة ولكن فيه كليات أخرى يعني ممكن تدخل زراعة وتبقى أستاذ جامعة كويس جداً ممكن تدخل علوم صحية ودي جديدة النهاردة عندك قسم علوم جنائية جوه كلية علوم ده هيبع لي ضرب السنادي ده لسه أود سنة هتفتح السنادي فده هيبع رائع تعالى فيه كليات الناس ما تاخدش بالها منها يعني دي قصة صغيرة يعني كنت بغدم في اليو ان فكنت موجود في أحد الدول الأفريقية فكنا نزلنا مزرعة فلقيت واحد فهم كانوا عميني خبوه مني يعني لعملونا داخلين عمل عملة ده اه عملونا ده ايه ده المهم طلع هو من جنسية دولة كده فهمنا اه فهمنا فبيخبوه فبيخبوه المهم جاء أعدو قرشة تحت التبنى أعدو اه فجينا معنا معي بيقول لأنا خبير في زراعة كذا وجايبينه من المكان اللي فيه بغاية الدولة دي وبيدوله مبلغ كبير قوي خبير ده قال لنا معايا خمس سنين بعد بما يوازن الأعداد دي عندكم في مصر اه وبقيت خبير ان انا طالع تخصص معين في الزراعة بس هم قرود في المجال ده اه قرود احنا عندنا الامكان احنا كان عندنا امكانيات في دي قوي احنا اللي اهملنا نفسنا احنا التعليم الفني ده صروة لا تقدر بمال وانت اهملتها احنا سنين صح اهملناها لدرجة حتى الاعلانات اللي بتنزل احنا هنديك شهادة جمعية ايه يعني شهادة جمعية يا سيدي اللي معاو دبلوم وناجح في تخصصه احسن من اليوم مرة مش هادة جمعية احنا نشكر ربنا بقى بالمدارس الجديدة اللي طالعت دي احنا عايزين بقى نزود العدد ده ليه تا عندك عدد سكان كبير فلازم تستوعب نفكر منطقيا انا هستفيد من النقمة دي ولا خليها نعمل وهو ده جزء من التركيبات النفسية عادة بتاعتولية الامر اللي بيقول لولاده خشه طبه هندسة بس واللي بيقول لولاده انت لازم تخش السنوية عامة بس معاو ده برضو للمنظور ان هو مش شايف المستقبل ان احنا يعني حضرتك كاعلام لو بتركز على دي ان انا اجيب ان عاردة الناس اللي معاهم صنايا الناس اللي معاهم زراعة الناس اللي معاهم دبلوم مش عارف زراعة القطن دبلوم في زراعة كذا الناس دي بتاخد مبالغ كبيرة اوي الناس اللي بتشغل على البريمة ده بياخد مبالغ كبيرة اوي الناس لو في الاعلام بتركز الناس لو في الاعلام كله بيرركز ايه دكتور واحنا قالوا الاعداء بدفعنا كذا مهندس اصل شغال في شركة بياخد كذا فالاعلام لما بيرركز اقول لي ساتك حاجة في احدى الجهات قالت عايزين تمريد ولما عملوا تركيز عليهم في الفترة كان كل اللي داخلين فوق 95% ده على هدايا انا شايف بعنايا يعني محدش قال لي كلهم مقديمين انا تمريد ليه سفرهم المانيا تدريبه سفرهم امريكا تدريبه سفرهم كذا يبقى انت اذا لما الاعلام بيرركز على جزئية الناس بتروح ناحيتها لكن الناس لما بتسيبها لنفسها هو كله معا زهنه مع الماضي فقط او على اللي هو شايفه بعناه فقط لكن انا عشان ارد من النظر المستقبلية اللي هي اقتصادية برضو وهتجيب لك فلوس افضل يعني لما بقولهم كله عليه علومة جنائية دي كلية العلوم تبقى رائعة قسم الكيمياء والطبيعة ده كلية رائعة يعني هو زوار خليج ايه كمية خليج كلية علوم طب انا كلية العلوم دي ده هي كلية العلماء يعني النهاردة كان النهاردة عالم انا استفدت منه هذه برضو جزئيات ان انا ما باستفدش من الناس دي كواس قوي انا هنا هروح على مسألة الاحتياجات كمان بتاع سوق العمل يعني انا مش عايز برضو ابقى عمال بوجه الولاد في حتة وابقى انا كمان مش فاهم سوق العمل اصلا محتاج ايه سواء اذا كان على المستوى المحلي او اقليمي او على المستوى العالمي